ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر اللجنة تضم عدد كبير من أصحاب الخبرات في عدة مجالات معنية بالشباب ومنها جاء قرار سمو الشيخ ناصر بن حمد آر خليفة أن نتضم اللجنة جميع الأطراف المساهمة في تمكين الشباب ولما نتحدث عن الشأن الشبابي لابد أن يكون للشباب تمثيل وصوت في اللجنة فجاء الاختيار على مجموعة من خيرة شباب البحرين والنشطين في المجال الشبابي لأن يكونوا أعضاء وأصحاب دور في اللجنة لإيصال صوتهم وصوت الشباب البحريني اجتماع الأول لللجنة كان مثمر وغني بتفاعل كافة الأعضاء ومن خلال الاجتماع تمت مناقشة أبرز النقاط الأساسية على جدول الأعمال ومنها مسألة دعم جهود التدريب للشباب في كافة الجهات عشان يكتسبون الخبرة اللازمة في مجالات العمل المختلفة من خلال ممثلي اللجنة ومجموعة أخرى من قرارات اللي من شأنها دعم الشباب وتحفيز الجهات لدعمهم أيضاً اشتركوا في القناة